السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد المهدي من جامعة كوبنهاجن أخواني وأخواتي أنا في هذا الفيديو أحب أن أتكلم عن لقاح فيروس كورونا كما تعلمون أن هذا اللقاح وصل إلى الدنمارك وهذا اللقاح هو مجاني ويقدم بشكل اختياري وليس إجباري في هذا الفيديو أحب أن أتكلم عن نقاط عديدة أثيرة عن هذا اللقاح منها إشاعات وقد تصل إلى مرحلة الخرافة والأكاذيب تابعوني في هذا الفيديو نعم هذا اللقاح طور بشكل سريع جدا لأن العالم برمته كان بحاجة لهذا اللقاح بشكل سريع جدا لأول مرة في تاريخ العالم نشهد أنه أكثر من أربعين ألف شخص قدموا أنفسهم ليكونوا تجاربا بشرية لهذا اللقاح وطور هذا اللقاح وأثبت أن ليس له أعراض جانبية ولذلك نحن نقدم هذا اللقاح بشكل مجاني وبشكل اختياري هذه الإشاعة أو الخرافة واقعا ليست صحيحة لأنه ليس هناك أي فيروس حي موجود في هذه اللقاحات المتوفرة جميع اللقاحات خالية من فيروسات حية وتتكون من جزيئات لهذه الفيروسات لا هذا الكلام ليس صحيح لأنه اللقاح لم يثبت أي أعراض جانبية على الإنجاب نهم إخواني وأخواتي اللقاح لا يقدم للحوامل لأنه ليس لدينا أي معلومات تثبت ضرره أو نفعه عند النساء الحوامل هذه ليست صحيحة كل أنواع اللقاحات الموجودة الآن لا تحتوي على أجهزة تجسس ليس هناك أي خوف من هذا الشيء واللقاح خالي من أي مادة تؤثر علينا أو تستمع علينا أو تراقبنا هذا الكلام ليس صحيح لأنه اللقاح لا يحتوي على شفرات جينية تؤثر على الشفرات الجينية الموجودة عند الشخص المتلقي لهذا اللقاح ولذلك لا يوجد هناك تأثير على شفراتنا الجينية التي ولدنا فيها إخواني وأخواتي إذا كانتكم أي سؤال عن لقاح فيروس كورونا فأتمنى منكم تتكلمون مع طبيبكم الخاص أو تقدرون تتواصلون مع وزارة الصحة وشكرا جزيلا لكم